طيب هذه الحقيقة وفي إطار الحقائق أيضاً رجع لنا طيب خلينا نختم الخبر ده بس من شهر كان منتشر خبر عن نقل أثار وتوابيت للخارج وتكلمنا عنها شاورنا على النفي الخرج من وزارة الأثار الشائعات دي ظهرت النهاردة تاني طلع نفي قاطع من المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نقلاً عن وزارة السياحة والأثار لا صحة لنقل أي قطع أثارية من المتاحف المصرية للفحص والتصوير بأحد المستشفات خليج البلاد المقصود إسرائيل عشان الإشاعة طلع كده وفي نفي سابق من وزارة الأثار والسياحة واليوم نفي جديد من مجلس المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نرجع